إحياء ذكرى شهداء الخامس عشر من تموز في جامع آيا صوفيا الكبير حيث شهد جامع آيا صوفيا الكبير في مدينة إسطنبول فعاليات لإحياء ذكرى شهداء الخامس عشر من تموز يوليو الذين ارتقوا خلال التصدي لمحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016 وتضمنت الفعاليات تلاوة آيات من الذكر الحكيم وجلسة أذكار دينية والدعاء برحمة للشهداء البالغ عددهم مائتين واثنين وخمسين شهيدة تم إحياء ذكرى شهداء الخامس عشر تموز قبل صلاة الجمعة في جامع آيا صوفيا الكبير بتنظيم من ولاية إسطنبول وبالتنسيق مع دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية وشارك بالبرنامج الديني إلى جانب المواطنين عدد من مسؤولين على رأسهم والي إسطنبول علي يرلي قايا عدد من أسر الشهداء والمصابين وتزامن البرنامج والفعاليات الخاصة بهذه المناسبة في مسجد آيا صوفيا مع فعاليات مشابهة شهدتها مختلف المدن التركية وعلى رأسها العاصمة التركية أنقرة